تقولوا لي يا شباب يعني بتعمل اي سيف دلوقتي؟ تخلصت دراسة عملتي؟ أنا تبقتي خلصت دراسة كنت مدرس إدارة أعمال وتكنولوجيا الحمد لله خلصت دراسة ودلوقتي يمكن يعني شغلي الأساسي هو التايكوندو دلوقتي هو ده كل تركيزي يعني أن أنا إن شاء الله حقق إنجازاته أكتر يعني فهو ده اللي بعمل حالين هل ممكن الشاب يحترف يعني فكرة أنا قليل جدا من الشباب في أي لعبة من الألعاب أو من اللعبات دايما بيبقى يمكن لازم يشتغل شغلانا جنب الاحتراف لأنه ما فيش سپونسر لأنه ما فيش راعي ما فيش كلام ده كله هل دي مشكلة عندنا لسه في مصر؟ حاليا أنا حاسنها بقت تعلميزة زمان كان ممكن فعلا ما يبقاش الناس متقبلة أن أنت تبقى ماشي في كرير الرياضة شوية دلوقتي الدنيا بقت أحسن يمكن بقى فيه اهتمام من وزارة الشباب الرياضة باللعيبة بالشركات الخاصة زي ما حركت قلت لسبونسرشيبس بقت مركزة أكتر مع اللعيبة فممكن اللعيف فعلا يكون شغله رياضة ويقدر يحقق إنجازات لبلده في الرياضة وفي نفس الوقت يكون بيشتغل يعني في الحاجة اللي بيحبها أنت بتدرس إيه أو خلصت أنا حاليا لسه في هندسة أكاديمية بحرية في سنة ثالثة ناوي لما تخلص تتفرغ للخماسي ولا تشتغل آه يعني ممكن فيه فترة يعني إن شاء الله أنا قبل الأولمبياد تفرغت سنة كاملة عشان أجهز للأولمبياد تاكيو لأن طبعا التجهيز كان صعب جدا عشان كنتنا برضو أصغر لعيب في الأولمبياد في الخماسي يعني فالموضوع كان برضو زيادة علي هل هي موضوع الألعاب الخبرة زي الفرساة والسلاح فبعد إن شاء الله بعد ما أخلص الجامع يعني إنه يقدر إن شاء الله أكمل شوي في الخماسي لحد محاق اللي أنا أعيزه في الخماسي إن شاء الله وإذن الله